من الموت لأمريكا إلى السلام لها يتلون الوكلاء تبعا لمزاج وتوجه صانعيهم وداعمهم في طهران ففي تطور لافت بدأت ميليشيات الحشد تغيير مواقفها من الاستهداف المتكرر للبعثات الأجنبية ولسيما السفارة الأمريكية فبعد أن كانت تؤيد علنا أو بشكل غير مباشر هذه الهجمات أعلنت رفضها استهداف البعثات الدبلوماسية معتبرة أن ذلك لا يحقق المصلحة لأحد القيادي في ميليشيات العصاب جوادط ليباوي اعتبر أن استهداف البعثات الدبلوماسية أمر غير مقبول ويمس بما سماها هيبة الدولة كذلك المتحدث العسكري باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري عد استهداف البعثات الدبلوماسية لا يصب في مصلحتهم وعلى إثره صرح النائب عن كتلة صادقون التي تعد الجناح السياسي لميليشيا العصائب محمد البلداوي أن الجهات التي تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية تعمل من أجل تخريب علاقة العراق بدول العالم هذا التغير الخطابي مبني على رغبة إيرانية محضة حيث سبقه تصريح لمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة ندد فيه بأي هجمات تطول الوفود والبعثات الدبلوماسية في العراق داعيا للحكومة إلى توفير الحماية اللازمة لها من خلال تجديد الحراسة للأماكن الدبلوماسية وتعزيزها وضمان سلاسة تنفيذ المهام الدبلوماسية في العراق مراقبون للمشهد قالوا إن الميليشيات التي تدور في فلك إيران تتلمس مواقفها وتتبناها مباشرة وبما أن الخارجية الإيرانية تنددت يجب أن ينددهم أيضا في عرف هذه الميليشيات مصلحة المشغل أولى من الهدف العقائدي الذي تتبجح به حيث أنها لم تستجب لنداءات العراقيين بتحييد العراق عن الصراع ولكن بإشارة واحدة من إيران مستعدة لتغيير حتى ثوبها ترجمة نانسي قنقر